أصلي على النبي الغالي يوم النصر ده يوم مش عادي ده يوم الكرامة ويوم الشرف نعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا ونحيي كل شهيد أصلي ده نصر مش عادي ونقول لولادنا دول أجدادنا صنعوا المد وحفظوا على اقربنا وقالوا حالفين بعهد الله ووهبين حياتنا المصر ده أمانة في رأبتي يا أولادي أكتوبر ده تاريخ من نور وحروف من نور وجوه القلب محفور النهاردة وبكرة وبعض بكرة قبل النصر كانت بيتنا مليانة بالحزن جيل أكتوبر ما كانش جيل عادي دول كسروا الوهم وحطموا وحطموا الأسطورة الزائفة تحية تحية لكل شهيد لكل شهيد والكل من أدى عليه في هذه الأرض بحي كل مصري كان ساعتها راجل وقف واستحمل صايم كان أو مش صايم المهم أنه هو حافظ على الطراب وبسببه إحنا النهاردة بنحتفل بيوم المجد والنص اوعى يضحكوا عليك ويقولولك أنه هم انتصروا علينا وحولوا النص لهزيمة كالدبيل فأصلوا الشهم كان نصر حقيقي الله أكبر وعاش ونسمع مع بعض عاش اللي قال للكمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس عاش 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 اللي قال عاش اللي قال الكلمه بحكمة في الوقت المناسب عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في الليلة أصبح وبنا ينتحان عاش عاش اللي قال لرجع أرض وقنال عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محام عاش لدي ابنك عاش 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 اللي حبك عاش عاش رفعك بارك خلنا هارك أحلى نهار أحلى نهار عاش 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 اللي هات عاش اللي هات الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش 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 اللي هات عاش اللي هات لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب كل في ليلة أصبح وما ينفح عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب كانت حرب ملحمة مش عادية دي حقيقة خلي بالك الملحمة دي بيدرسوها في كل دول العالم ملحمة مش عادية الجند المصري أو المصريين ضربوا فيها أعظم الأمثلة ما كانش فيه سرقة ما كانش حد بينصب على حد ما كانش الأخ بيدحك على أخوه وياخد حقه في الأيام دي أيام الحرب الكل كان متربص إزاي هناخد حقنا في ناس قعدت تسع سنوات وناس قعدت تمان سنين وناس قعدت سبع سنين في الجيش المصري حضروا حروب كتير هيكون معانا برضو إن شاء الله اتصال طيب كويس حج عرفان معانا أيوة معاك يا حج عرفان أيوة يا باشا أنا متشرف إن حضرتك معايا النهاردة الله يكرمك يا باشا رب العجومة أنا يعني قلت إنت حضرتك يعني معلومات وصلت إلي أن حضرتك الحج عرفان فاهمي مهران معايا معايا حج عرفان حج عرفان فاهمي مهران يا جماعة من ملوي المينيا معاك يا باشا الصعيد يا رب توطي صوت التلفزيون يا حج عرفان هلو هلو معايا حج عرفان حضرتك معايا يا حج عرفان أيوة يا باشا معاك إزاي حضرتك الأول الله يكرمك الله إحنا لينا الشرف إن إنت معانا النهاردة على الهوى والله أنا عظيم أنت تشرف معك يا باشا لا يا حبيبي إنت شرف لمصر كلها إنت أحد قنود أكتوبر ومعلوماتي قالتلي إن إنت حربت ثلاث حروب أيوة يا باشا صحيف يعني حضرتك مواليد تسعة ستة واربعين أيوة سلاح المدرعات نعم كتيبة 62 كتيبة 62 مدرعة طب أنا عاوزك تديني كده إيه شوية معلومات جميلة كده حصلتلك في التسع سنوات اللي حضرتك قدتهم في الجيش المصري أيوة تديني بقى شوية حاجات جميلة كده الله أنا عظيم حسسني يعني إيه جيش مصري يعني إيه وطن يعني إيه نفضل ندفع عن أرضنا وما نخافش ونخش بوشنا ومش كايفين من حد أكسم بالله يا باشا حج ربنا والليام الكبيرة نحن جاعدنا أربع تيام لاكل معنا والشرب معنا لاكل معنا والشرب معنا أربع تيام معكوش أكل أيوة معنا لاكل والشرب بس ربنا سبحانه وتعالى ملننا كنا كاينت لوكليين كنت صايم حاج عرفان مفيش الله كلمة الله أكبر الله أكبر كلمة الله أكبر كل جيش كنيقوله بس ما شاء الله أنا مش عايز يعني أنا ما حبش أحسن ما شاء الله لا قوة إلا بله شايف صوتك يعني موريد ستة أربعين الله أكبر ده أنت يعني صوتك شباب أهو يا باشا والله العظيم أهلا تعرف يا باشا أهلا لما شوفني بإذن الله كده قلت عنده خمسين سنة بس إحنا شايفينك هو صوتك على الشاشة إيه الحمد لله يا باشا الله يكرمك ويعنيه انت حضرت الدفرسوار يا حج عرفان نعم حضرت الدفرسوار ايوا يا باشا وكل نعي عبنها مرياض اشتغلت مع مع السادة اللي هو عبنها مرياض نفسه ايوا يا فاندي الله أكبر انت اه انت اه انت اه قضيت على كام دبابة قضيت الى 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 دبابت انا اللي كان في الكاف 1 30 دلزباط قلت لأنديل ووزابة تسمه مكدي قضيت يعني قضيت على كام دبابة بقى على 4 دبابات الله أكبر طيب أنت ما كنتش خايف من العدو الإسرائيلي أيوه ما خفتش نعم ما كنتش خايفين من الإسرائيليين أبدا والله العظيم كان عندنا سبحان الله ربنا كان نبدينا لجوة ما قدر أقول لك الله أكبر ما فيش عناك لغيرك الله أكبر الله أكبر إحنا النهاردة بنحتفل بكم وبسببك فرحنين الحمد لله والجيش المصر هيدول طوال كده بقوة وبعديمة طيب أنا عندي معلومة بتيح يا مصر عندي معلومة عايزة أتأكد منها أنت كنت في الكتيبة اللي أثرت اللي هو 13 إسرائيل أيوه يا فندي دول كان فيهم كم نفر وكم زابط دول يا حج أرفان إسرائيليين كم نفر أبطتوا عليهم وأثرتوهم والله العظيم أبطنا على حوالي من 120 عسكري ويمكن الله أعرف حوالي 5 ضباط أو 6 ما شاء الله طيب كنت بتعملهم إزاي يعني كنت بتعملهم كويس ولا لا أعرفنا عملناهم بعمل عدم هما برضو إحنا غمناهم وكتفناهم آه آه يعني علمتوا عليهم يعني علمتوا عليهم في اليوم ده أيوه أنت عبرت القناة يوم إيه حج أرفان نعم عبرتوا يوم إيه عملت فيها العبور بتاعك كان يوم إيه العبور بتاعنا شفتك كان تاني يوم تاني يوم تاني يوم تولي عبرنا على الكباري المدرعات عبرت على الكباري كان إحساسك إيه وإنت بتعدي من الضفة للضفة يا سلام ده كانت أكبر فرحة والله والله كانت أكبر فرحة لينا تخيل إن إحنا ما بنشوفها بنبكي كل ما نشوفها نبكي والله أنا أتمنى أروح الجيش ده يندي روحة حاليا يا ربي يبارك فيك يا حج أرفان والله إحنا أنا سعيد والدموع فعناي إن أنا يعني بتفكرني فعلاً يعني إيه أكتوبر يعني إيه جيش مصر يعني إيه نعبر ونقاتل والعقيدة ثابتة طبعاً يا فانده طبعاً العقيدة بتاعكم كانت إيه يا حج أرفان نعم العقيدة كانت إيه ساعتها العقيدة بإذن ربنا كانت الله هو أكبر عدد والنصر الله هو أكبر والنصر ما كنتوش خايفين من الموت أبداً موت كان الواحد يتمنى يموت يا سبحان الله كان يتمنى يموت فيه يا سبحان الله طب أنت يعني أنا أنا يعني ما خدتش أوسامة من الدولة ولا حاجة لا والله يا باشا ما حد سأل فيه خالص غير أنت سيابتك النهار ده ده أنا ليه الشرف أن أنا بأتصل بحضرتك والله الله يكرمك الله يبارك فيك رب ننزومك وخذي لك عيالك وتعود عمرك أنت حضرتك وسام على كل مصري وسام على أهل كل مصري أنت راجل جندي شريف دخلت وحققت إنجازات مع الجيش المصري يبقى نتشرف فيك الله يكرمك ويا رب يا رب يكونوا المسؤولين بإذن الله سمعنا وشايفنا وتنلقى وسامة وإنت وسام على أي مصري يا حج يا عرفان الله يبارك فيك يا باشا ما عندكش رسالة عايز تقولها ولا حاجة لا أنا حد بنقول الله وعطبر الله وعطبر وتحيا مصر تحيا مصر حبيبي يا عمي عرفان الله يتمنى متشكل يا حج عرفان كان معنا الحج عرفان نحن في أمن وآمان دلوقت مية المية الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تشكرين حج عرفان تشكرين حضرتك حج عرفان فاهم مهران موليد ستة واربعين المين ياملوي هو فرحان من يوميها لغاية دلوقتي شوفوا البسمة والضحكة والأسلوب الجميل وهو بيتكلم عن النصر بيقولك ما كناش خايفين يا ريتنا كنا موتنا شوها ده ده احنا كتفناهم اللي بيطلعوا دلوقتي يقولك أصلهم يعني للأسف أنا قريت في بعض الصحف كده للأسف الإسرائيلية يقولك إنهم حولوا النصر الهزيمة كلام ده ما حصلش لو إسرائيل زي ما هي بتقول ما كانتش قاعدت وجلست على طاولة المفاوضات وحققت مع مصر السلام كان سلام كما قال عاش محمد أنور السادات لما قال سلام يحميه القوة من منطلق القوة كان السلام لأن سلام من غير قوة ما يبقاش سلام يبقى استسلام وإحنا قعدنا وإحنا أقوياء بعد ما اطلب مننا إن إحنا نجلس ويرجع لنا حقوقنا ورجعت لنا أرضنا كاملة ألو ألو سيد محمود إزاي حالك تفضل الله يا كريمك والله تحيات لحضرتك ويا ريت يعني انتصالات اكتوبر وفرحتنا باكتوبر ما تنسناش الشهيد وأم الشهيد وأنا معي رسالة من أم شهيد يريد تسمح لي أن أنا أقولها يعني الرسالة بتقوله فيه مع السلامة يا ولدي يلي كنت مبارح جنبي وقبل ما تمشي بست ادي وكان إحساسي المرات في هاشر جوع ده انت بلت يدي دموع يعني عارف مش راجعتاني بس صحيمني يعني أنا هم نعمتك بيدي ده كان جهست ملابس حزني وخدتك شوية في خضني ده أنا مش بيهتش منك يا أمي طب من غيري هيشل نارك طب من غيري هياخد بطارك طب من غيرك شاي الهمي بس بقولك أنا لو عرفك هتموت البلدي كان في ساعته رفت معك يدك على يدي وشلت شلح ومشيتك جنبي والصابك كان خدته في صدري وكان إنت اللي بنتلي جبري طب أعمل آهل قطري إنت تموت وانا أقعد وحدي يعني هشوفك وتنور عيني يعني هشوفك تاني في حضني هو القادر وحده يصبرني وأنا من دلوقتي هبطل أبكي ده أنا شوفتك زعلم مني والله يمي غصب عني ده نار بتطلع من صدري وأمانة ما تزعل وعذرني ده أنا له نهار صهرانة وبدعي يا رب اكرم ولدي وأشوفه شفق لي وأهلي واصحابه كل الشلني حتى لشفنيش حس بجرحي ومسمحك والله من جلبي وألف سلام وألف سلامي يا أغلى مني ومن نفسي أمك صابرة على جدري حبيبي شكريني يا أستاذ بحمود قول ليك جلدة مقير من باب الفكاهة يعني بتقول للسادات لما قعدت معاه في إسرائيل قالت له مش عيب تضربنا وانت صايم قال لهم أنا كنت بستغفر واديني عيدت عليكم اوى حد يغير في التاريخ ويدحك عليك ويقولك إن إحنا اتحول النصر الهزيمة ما حصلش هما بيحاولوا يخلوك ما تكملش فرحتك بس فرحتنا كاملة خلي بالك الملحمة دي كانت جميلة قوي لما دي تقراها تلاقي إن الملحمة بتقول إن في ظرف تسعين دقيقة كان فيه اتنين وتلاتين ألف جندي في الضفة في الضفة الشرقية بعد تسعين دقيقة يا مصري في اتنين وتلاتين ألف جندي وظابط عدوا الناحية التانية عارف يعني إيه؟ يعني إحنا رجال المستحيل بيقول لك جلدة مئير قاعدت مع رئيس الأركان قبلها بيوم فبتقول له هو الخط برليف ده الجيش المصري ممكن قال لها ده لو ضربوه بالكمبلة الزرية فبيقول لك جلدة مئير دخلت نامت وعمقت في النوم صحيت لقت الدنيا مولعة من حواليها واتصلت بأمريكا وقالت لها انجدونا دول قربوا على تل قبيب صدقني كالنصر وكانوا رجالة منهم اللي عاش تسع سنين في الجيش عشان بلده عشان خطر التربة عشان خضر الوطن ده كانت العقيدة سابتة وستظل سابتة عشان كده انا بحي كل شهيد كل شهيد وكل جندي وكل ضابط وكل صف ضابط وكل عسكري حارب في اكتوبر تلاتة وسبعين شرفتونا وعليتوا راسنا فوق وحميتوا رقابتنا وضهرنا وتشكرين بيقولك بالضبط بعد ست ساعات اتعمل جسور عدت عليها المعدات التقيلة وما بقاش في حاجة اسمها خط برليل ست ساعات انتهت كانوا بيقولوا بالكمبيلل الزرية بس انا عايز اقول حاجة جميلة اوي عجبتني وتمنى ان هي ترجع تاني عارف ايه هي انت فكرك ان مصر حربت لوحدها في اكتوبر تبقى ما قردش تاريخ تبقى ما عرفتش الحقيقة عارف مصر حربت ازاي حرب مصر حربت ومعها السعودية واليمن والجزائر وسوريا والاردن وباق الدول العربية السعودية منعت النفط اليمن منعت العبور من المضايق الاردن كانت في ظهرنا الجزائر مدتنا بالسلاح وبالجنود سوريا كانت في عوننا هي دي الدول العربية الدول العربية اللي احنا نفسنا نبقى عندنا عملة واحدة عندنا اصل واحد ما نختلفش ابدا ولا نزعل من بعض مصر كان بتدي زمان كان فيه تيكية مصرية كانت مصر بتدي العالم كله وبما فيهم الدول العربية والدول العربية بتعترف بدا بيعترفوا بدا معنا اتصال هلو؟ سيد علي حضرتك ومنور الشاشة وبرنامج جميل وحضرتك انسان على خلق وزور حبيبي حبيبي وأنا بقول لي الشعب المصري كله يعني جيش يكفي ان هو بيقدم شهداء ودولة اخوتنا وولادنا وابهاتنا وخالي وعمي وجاري وابن بلدي يكفي ان الجيش هو الوحيد المؤسسة اللي بتضحي اه والله بص هو حضرتك هو الجيش برضو نرجع اقول لك هو الجيش انا وانت كلنا احنا الجيش الناس بس عشان ما تفهمش الموضوع غلط هو الجيش مش جيش ومصر لا هو هي مصر هي الجيش مفيش حد يشكك مفيش حد يشكك في الجيش وكلنا نلكف حوالين الجيش والشرطة المصرية وكلنا اه طبعا اه يعني كفاية ان هما ناس بيطلع منهم شهداء وناس منضبطين وناس محترمين وناس بيدفع عننا احنا ملنام في بيوتنا والناس دي وقفوا عن حدود صهرانا شبابنا ورجالتنا وناسنا واهلنا بدفعوا عن الشعب المصري وعن التراب المصري فمستحيل اي حد يقول اي كلام اه تشكيك او اي ظن ساوه فيهم لان ربنا حميهم انت فرحان انت فرحان يا أستاذ علي فرحان طبعا طبعا النصر عد عليه يعني فوق الاربعين سنة حضرتك وما زلنا بنفرح بيه طبعا طبعا وما زلنا بنعتز بالعسكرية المصرية طبعا وسعيد ان حضرتك موجود بتتكلم عن الموضوع ده بتتكلم عن يعني الشيء يرفع راسنا العمر كله والنهاردة احنا في حالة حرب داخلي يعني اعلام من برا انت حضرتك انا هستوقفك ثواني كده مع بعض انا لسه كنت بقول عارف احنا انتصرنا ليه في اكتوبر يا قصيز علي عشان اتمنعت السرقة الوحدها كله كان هامه نحرر ارضنا وطننا ما كانش فيه سرقة ولا نصب ولا اي حاجة غلط تمام تمام والواحده من غير ما حد يقول فترة طيبة وناس كويسة فترة طيبة وناس كويسة النهاردة موجود منهم بيختبروا جدود وناس كبيرة يعني ناس كت على الفترة النظيفة وكلمة الله اكبر كت من الالف وكانوا بيدفع عن قضية اللي هي الدفاع عن الارض وربنا سبحانه وتعالى بيحب ان الانسان يدفع عن ارضه ووطنه وارضه طبعا طبعا يوصل الجنة مباشرة حقيقي حقيقي تمام فيه اعلام خارجي فيه اعلام خارجي عمال يتكلم ويقول وينعيز طبعا وفيه اعلام داخلي بيكذب من اللي بيدفع عن فترة ومن اللي هيحسب على المشاريع الشعب المحلي سوز علي حضرتك شرفتنا وكلامك جميل واحنا سعداء باتصالك وان شاء الله في اتصالات اخرى نيجي بقى سريعا كده هنتصل باحد سكان الازهر اللي انا عايز اقوله بقى الازهر الشريف يا جماعة ننطلق كده يعني ايه ازهر لسه فيه خبر عاجل بالزبط من ربع ساعة للأسف انا سمعته تقلمت فقلت لازم اتصل بسرعة واعرف ايه اللي بيحصل عند الازهر الشريف سمعت ان فيه حريق في الازهر الشريف حاجة تقلمني حاجة تخليني اتوجس واقلق ليه ايه الازهر ده الازهر ده العمود عمود مصر بقولها ياريت تفعله معي الهاشتاج ده هاشتاج الازهر عمود مصر مصر قائمة ومعها الازهر بدون الازهر اعتقد مش هيبقى فيه مصر ليه الازهر ده رسالة كبيرة قوي الازهر ده بعمر العلم كله له كل التقدير والاحترام بعلماءه بتلمزته بطلابه باهله بناسه بشيخه وامامه الامام احمد الطيب الازهر الشريف ده يا جماعة حاجة مش عادية حاجة كبيرة قوي حاجة عظيمة قوي نفتخر بيها معانا اتصال الو الو السلام عليكم يا حج صبح ازاي حضرتك الله يبارك فيك الحمد لله ازاي السياح حطك يا معاني المستشار الله يكلمك معانا حج صبح البليدي يا جماعة من سكان الازهر الشريف بجوار الازهر الشريف طب تطمنني كده حضرتك عشان انا من ربع الساعة سمعت ان يجيح حريقينك الحمد لله كان حريق بسيط كده وتم السيطرة عليه كان فين بالزبط يا حج صبح الحريق كان فين في غرفتين فوق في جامع الازهر من فوق اه من الجهة الخلفين من جامع الازهر يعني زي ما وساء الاعلام بتقولي الازهر اتحرق والكلام لا 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 الحمد لله دا كله مشي حتى ما فيش اي حد موجود طب ايو دا كلام ايو بنتوصل بحد ساكن جنب الازهر نعم دي مشاكل عندك يا عم صبحي مفيش اي مشاكل كل شيء انفاء الحمد لله الحمد لله الدنيا مستورة مستورة مصر ربنا دعي لها وسيدنا النبي دعي لها ان شاء الله اللهم صلي على سيد النبي صلى الله ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حظر محفوظ ان شاء الله محفوظ مصر كلها محفوظة يا رب احفظنا يا رب العالمين كلها محفوظة ان شاء الله مفيش اصابات مفيش اي حاجة مفيش اي شيء خالص مفيش اي خسائر تمت سيطرة عليها بديتين يعني مفيش اي حاجة كان ايه الموضوع طب يا عم صبح معلش هو يعني هو لسه تعيق شغال بس عباره عن ماس كهربائي اه وفيه شوية اوراق كده وكم ديسك وشباكين طب ايه ايه سبب الحريق يا حاجة صبح معلش هو لسه محدش يعرف هو ماس كهربائي يعني الكل بيقول سمعوا صوت الكهرباء بتضرب وبتاعه وكلام ده اه يعني ممكن يكون ماس كهربائي اه هو ماس كهربائي لكن الحمد لله لم يمتد الى اروقة الاظهر الشريف لا لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله وطم السيطرة عليه ومساعدة رجال الاطفاء اوام اوام سيطروا عليه ان شاء الله انا متشكر لاتصالك ونخولك بعانا في البتابك الحمد لله وبعد انسلتك انت من المنفوحين من زائري جمع الاظهر حبيبي 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 اه حبيبي الله يباري فيك انا اتطمنت منك والله الحمد لله خير عارف والله سمعت الخبر تألمت اه اه نعم فعلى طول روح تمتصل بحضرتك عشان اعرف بس اطمن ان شاء الله ونظر محراب العلم الف ومائة عام ايوه محراب العلم لسه هقول دي الوقت نعم نعم حج صبح البلادي متشكرين لحضرتك بارك الله وفيك شكرا مع المستشار شكرين شكرين ربنا احفظك اهو طب مننا الحمد لله حج صبح البلادي من سكان والمجاورين للجامع الاصغر الشريط شاف بعينه عشان وسائل اعلام من خمس دقايق والله انا شفت في الوسائل اتخطفت قلقت قالك حريق في المسجد الاصغر عارف يعني حسسك ان المسجد ايه اتضمر وده يا جماعة مش عادي ده الاصغر الشريط لو 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 ما قلقتوش او ما ما زعلتوش يبقى انتو مش عارفين مقدار الاصغر الشريط الاصغر الشريط ده كان ليه تاريخ ومازال تاريخه موجود تاريخ عظيم قوي الاصغر الشريط ده الاسف لو عرفته الحقيقة هتزعله كان اساسه المذهب الشيعي بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني اغير المذهب واصبح المذهب السني المعتدل الوسطي الذي ينير العالم كله والان هو بقيادة وامامة الامام الطيب الشريف ابن الشريف انا بقول خلي بالكم مصر محفوظة مصر مصونة مصر في عناية الله مصر محفوظة وفي عناية ربنا سبحانه وتعالى والله والله اللي يروح يصلي في الازهر طبعا ومقام سيدنا الحسين ومقام السيدة نفيسة ومقام اسيادنا كلهم اولياء الله الصالحين وببركة الى بيت رسول الله بس الازهر تروح كده تصلي يبقى عندك شعور غريب تحس بروحانيات غير عادية اتحداك لو روحت صليت في الازهر ومحصلكش عملية تغيير في كل حاجة في حياتك تحس ان انت انعزلت وبقيت في دنيا تانية خالص وقلبك ده كده رأي كده وحست اتخطفت كده في روحانيات جميلة الازهر الشريف يا جماعة ده منبر العلم في مصر حبوه واعرفوا تاريخكم كويس والحمد لله اتطمننا على الازهر الشريف ربنا يحفظ مصر ويحفظ بلدنا من كل سوء يا رب العالمين وبالمناسبة امريكا النهاردة بمناسبة الازهر الشريف امريكا بعت شكر ودعوة لامامنا الامام احمد الطيب شيخ الازهر بعته ليه؟ عارفين ليه؟ انه الرجل الاول في محاربة الارهاب والتطرف بنشكر الامام الطيب اللي مشرفنا ومشرف الدنيا كلها الامام احمد الطيب اتبعت له شكر ودعوة من امريكا من البيت الابيض ليه؟ علشان بيحارب الارهاب والتطرف وناس تانية جهلة تقولك الازهر ارهاب ليه؟ ليه الكلام اللي انت بتشتف يعني يقولك ايه؟ يعني بالعامية كده انت بتفاف ما ينفعش ده الازهر ده منبر العلم الجامع والجامعة خلي بالك الازهر ده بترسل منه بعثات لكل دول العالم شيخ الازهر ده اللي الناس مش عارفاه ليه مقام في كل دول العالم شخصية مش عادية له مقدار عالمي ليه؟ عشان صاحب مذهب سني معتدل غير متطرف بيحارب الارهاب في كل دول العالم وله مواقف ثابتة رجل عقلاني ما شاء الله ولا نزكي على الله احد لكن انا بتكلم هي دي مصر هم دول ولاد مصر هم دول اهل مصر افتخروا ان عندكم امام اسمه احمد الطيب افتخروا ان عندكم الازهر الشريف في علماء من برنور لكل الدنيا امريكا نفسها بتشكره وانا بشكره وبشكر علماء الازهر كلهم على الهوى المهم ارجع واقولك حاجة مهمة جدا مقولة سيدنا عمر مقولة خطيرة قوي وخلي بالك احنا احنا برنامجنا برنامج اجتماعي تكشف كل المواضيع بنتكلم مش موضوعنا ديني بحث خالص بس احنا بنحب نجيب الحاجات الدرر الدرر اللي تخليك على الطريق الصحيح المستقيم ايه الدرر دي بقى بقولك سيدنا عمر الفاروق امير المؤمنين بقولك اوعى تنظر الى صيام احد او الى صلاته ما تبصش لحد انه هو بيصوب او بيصل بالعمية بجبالك بالعمية عشان تفهم الموضوع اصلحنا للأسف في ناس كتير تخمينة فيهم عشان بيصلوا وتخمينة فيهم عشان شكلهم وتخمينة فيهم عشان لبسهم سيدنا عمر بقى كان رجل دماغ كبيرة اوي رجل موزون اوي رجل بتاع ربنا اوي ليه؟ ده كان خليفة رسول الله بقولك اوعى تنظر لصيام احد و الى صلاته طنش مالكش فيه يصلي يصوم ده موضوع تاني ولكن انظر الى صدق حديثه لما يتكلم شوف حديثه صدق ولا لا اذا تحدث انظر الى حديثه وانظر الى امانته اناكه اذا اقتوا مني الله مدرسة كبيرة اوي والله العظيم مدرسة مش عادية الحاجات دي قالها سيدنا عمر يا جهلة ياللي بتعيبه في الاسلام وفي ناس بتطلع للأسف يعني يقولك ايه اصلا مش مقتنع مش عارق يا ابني تقتنع بايه يا ابني؟ يا ابني ده سيدك سيدك وتاج راسك الناس دي علمت البشرية كلها الناس دول كانوا مع رسول الله كتف في كتف جنب في جنب علموا الدنيا كلها كانوا مخلصين احنا بنقول كلامه من النهاردة يدرس والله العظيم مدرسة ما يغرقش صلاة واحد ولا صيامه اوعى تتغر في واحد بيصوم او بيصلي لكن شوفه في الحديث صادق ولا معاملاته مع الناس اخبارها ايه؟ ولو اتوضع في موضع الامانة يؤتمن ولا لا مدرسة كبيرة عشان كده انا بقول ناخد بالنا من الامور دي قوي ونتعلم دينا كويس وناخد بالنا من بلدنا عشان ربنا يحفظنا سبحانه وتعالى ويحمي بلدنا ويحمي اولادنا ويجعلنا دايما يا رب العالمين في معية الله سبحانه وتعالى ودايما في حفظ ارجع وقول لكم برضو من ضمن الحاجات انا لسه كنت بقولك دلوقتي ده فيه حريق في الازهر الوسائل الاعلام والنشرات ووسائل السوشيال ميديا حريق في الازهر انت تقلق ليه؟ تدور الاغبار بدون معلومات موسقة يود في ستين دهية يتعبك يدايقك زي الخبر ده انا والله قرأته قلقت ايه بقى الخبر اللي عامل زي الخبر بتاع حريق الازهر اللي تريع مفيش اصلا ده هي غرفة والامور تلمت في دقيقتين وتساطر ربنا وكان معنا الحاج صبح وقال لنا الايه المفيد الخبر بقى اللي زعلني وزعل اي حد الحق اختفاء بنات في الاسكندرية كلنا قررنا الخبر نتخض رجوع راية واسكينة تاني في الاسكندرية تقرأ الخبر تتخض ايه ده محدش نزل ولاده في الشارع ايه الحق ده بيختفوا البنات في اسكندرية ايه الحق مش عارب بيعملوا ايه تداول المعلومات بطريق الاشاعات الخاطئة المغرضة عاوز يعمل بلبلة ولذلك انا بقول لأي واحد لما تيجي تنشر معلومة على السوشال ميديا اتقى ربنا كافوا ان ربنا ما تروعش الناس ما تقولش حاجة وانت مش متأكد منها هي مش شطارة ان انت تضرب معلومة وتضرب افهات وتهبد ويالحق بيختفوا البنات في اسكندرية في بيان رسمي من الداخلية المصرية من وزارة الداخلية المصرية هي واحدة اللي اختفت واحدة بس واختفت ازاي اهلها بلغوا ان هي اختفت في الاخر لقيوها ثبت البيت ليه؟ ليها اخ ربنا يشفيه ويعافيه رب العالمين عنده توحد ليها اخ عنده توحد فكانت زعلانا شوية من اهلها في البيت فثبت البيت كانوا اهلها عاملين بلاغ طيب زعلت ومشت وانتهت القصة حاجة بسيطة تعدي كلنا بنزعل وبنبكع تاني يقولك الحق بنات اسكندرية بتخطفه الحق راية واسكندرية وتاني يا ابني بتجيب الكلام ده من اين؟ يخرب الدماغك يخرب الدماغك بتنشره اخبار غريبة والله العظيم انا قلقت مع ان انا بشوف السوشال ميديا وبتابع الاخبار وبتابع المعلومات على مستوى العالم كله بس لما انا اشوف خبر زي ده اقلق على البلد اقلق على محافظة اسكندرية اقلق على بلد يا اقلق على البنات يقولك اصدخلوا عليها مش عارف واحدة قبل تلوم قلتلهم الشاكت مش عارف شوف الشاكت ده واخبال حضرتك فطبعا يعني يعني حاجات غريبة بتحصل تخليك تقلق على بلدك في الاخر هو ايه؟ معلومات كادبة ليس لها اصل من الصحة وفي الاخر هي بنت وثابت اهلها ومشت بمزاجها وما فيش اي مشكلة خالص ورجع التاني والداخلية اه عرفت الموضوع وطلعت با 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 بان رسمي والحمد لله ولا في خطف ولا في تخدير لبنات ولا في اي حاجة والموضوع ابسط من كده واحنا بديعمل ليه كده فينا مين اللي بيعمل كده في مصر انتو عايزين ايه؟ والله بجد يعني بعيدا عن ان تقولي مش عارف قنوات مش عارف ايه وتطبيل لا انا بص انا بتكلم بجد والله انت بتعمل ليه كده؟ ليه بتحاول تشيع الفتنة ما بين المصريين؟ ليه مصر دايما فيها قلق؟ مش عايزين مصر تقوم ليه؟ مش عايزين الشباب يشتغل ليه؟ ما هو القلق والفتنة اللي بتعملوها دي؟ بتعملو بلبلة متعملو بلبلة في البلد من كل الله اي واحد يعمل فتنة منه لله؟ اي واحد لو حتى اخويا منه لله لو بيعمل فتنة ليه نعمل فتنة؟ ليه؟ نشعر فتنة ما بين الناس ونخوف الناس ونروع الناس ونقلق الناس دي مهازم دي كوارث انت بتعمل حالة غريبة عشان تخوف الناس وإيه الحق أصل خطفه مش عارف مين وإيه الحق أصل أتلوا مين وحاجات غريبة بتحصل للأسف بتسيء بتسيء للمجتمع المصري النهاردة خبر زي ده ممكن يؤثر على السياحة خبر زي خطف البنات ده ما يؤثرش على السياحة ما يؤثرش على السياحة اللي بيعمل كده هدفه ايه يا جماعة هدفه ان هو يوقع الاقتصاد المصري هدفه يوقع الدولة بس مش هيحصل ولذلك أنا بطلب من دولتنا والمسؤولين وأي أجهزة في الدولة تسرع لما نشوف على السوشيال ميديا وخبال حضرتك لأن السوشيال ميديا برضو لها إيجابيات وإحنا عارفين الكلام ده وفاهمين بعيدا عن هي لها سلبيات لكن لها إيجابيات بتساعد على القبض على المجرم في أسرع وقت زي ما شفنا في الأسبوع اللي فات في حملة خليها تنضف لما أبضوا على الشباب اللي هم يعني تحرشوا بالبنت السودانية مفيش قبل الاربعة وعشرين ساعة ما يعدوا كانوا قبضين عليهم ليه ما تصورت ونزلت على السوشيال ميديا والكلام ده طب النهاردة وتصحى معايا في الموضوع بقى وتركز لما لما بتنتشر هذه الشائعات إيه اللي بيحصل الاختصاب بيتأثر السياحة بتتأثر بيبقى في حالة أمنية غير عادية بيحصل بلبلة في المجتمع وهم دايما دايما مصر دايما لها أعداء بيتربصوا بيها مش عايزينها تقوم مش عايزينها تنطلق بس الحمد لله احنا مصطورين والحمد لله محفوظين والحمد لله ربنا هيدمها علينا ومش هيمنى عننا الخير أبدا أبدا ليه عشان احنا من جوه طيبين فينا ناس للنبي وفينا أصل الصعيد الطيب حتى يعني من ضمن الحاجات اللي الواحد يعني نفسه يتكلم مع حضراتكو فيها واخبال حضرتك من الحاجات المهمة طبعا قبل ما منطلق للموضوع اللي أنا هقوله البسيط دوا البنزين يا جماعة إلحق هيغلوا البنزين أصلي فيه لجنة معقدت وهيغلوا البنزين طب الحمد لله اللجنة تعقدت طب غلتوا البنزين لا ما فيش غلو للبنزين اللجنة معقدت وقالت الأسعار زي ما هي تثبيت أسعار الوقود أنا بناشد أي واحد عايز يجيب معلومة يخش على المواقع الرسمية بتاعة الدولة ليه؟ الموقع الرسمي بتاعة الدولة عمره ما هيجيب سدقني عمره ما هيجيب ليه مش هيجيب عشان ده بتعامل مع المواطنين بتعامل مع مواطنين شرفاء بتعامل مع المواطنين إزاي يديهم المعلومة الصحيحة في وقتها وفي نصابها برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي أنا عايز أقولها النهاردة قبل ما انطلق في الموضوع الجميل دول وزارة التربية والتعليم نزلت مجموعات التقوية لأولادنا بأسعار مناسبة وبأسعار مخفضة الدكتور طارق شوقي ربنا يعينوا على الحمل الكبير ده لأن موضوع وزارة التربية والتعليم ده حمل كبير قوي تبتعامل مع ملايين معين الأفكار والبشر والأفكار الحلوة والهدامة موضوع كبير قوي فإحنا بنحاول نساعد الدولة لين بنساعد الدولة؟ مش طبيب ولا بنعزف على الكمانجة ولا الكلام ده إحنا بنقول إحنا عايزين دولتنا تقوم عايزين ولادنا يتعلموا عايزين ولادنا يبقى قامة وقيمة عايزين بلدنا تبقى حاجة عظيمة وهي في الأصل كده بس مش لقيني الإمكانيات في بعض الأمور لذلك أنا بقول يا جماعة الحلول تيجي مني ومنك نصر أكتوبر دوا مجاش كده مجاش كده أولا مجاش واليد اللحظة ولا واليد الصدفة هو حد يتحكي لك يقولك إن ده واليد صدفة لا أحنا وجدت معكم كده لا يا حبيبي ده كان ترتيب واستعداد الرئيس السادات رحمة الله عليه يعني يعني الراجل الشهيد ده كان عظيم فكر غير عادي فكر مستنير رحمة الله عليه الرئيس محمد أنور السادات فعلا ليه رتك بيقولك جماعة الإسرائيل من ضمن حاجات اللي أنا ما قلتها الكوش إنه هما سعقوا حصلهم حالة صعق من هول المفاجأة عارف إيه هو هول المفاجأة ما كانوش متوقعين لأن المصريين يضربوهم أبدا في التوقيت ده كان يوم الغفران بالنسبة لهم كان يوم عيد عندهم يعني لذلك أنا عاوز أقولك حفظوا على القيم الفلاح خليه فلاح والسعيدي خليه سعيدي وفرح إن انت فلاح وفرح إن انت سعيدي وفرح إن انت مقاهرة وقعد تقلل من ده وقعد تقلل من ده وفيه ناس بتطلع نكت يقولك أصل فيه مرة واحد سعيدي أقولك أنا نكتة مرة واحد سعيدي كان رئيس جمهورية اسمه جمال عبد الناصر مرة واحد سعيدي كان شيخ الأزهر اسمه أحمد الطيب مرة واحد سعيدي كان اسمه محمود عباس العقاد مرة واحد سعيدي كان خير من قرأ القرآن على وجه الأرض عبد البسط عبد الصمت مرة واحد سعيدي كان عميد لعب العالم أحمد حسن إيه رأيك بقى في النكتة الجميلة دي؟ تمشيها نكتة؟ حبيبي مصر دي فيها وفيها آه فيها الحلو وفيها الوحش بس فيها الحلو كتير إحنا مشكلتنا بنحاول نطلع الوحش ونظهره على السطح عشان نزعه على الناس ونزعه على نفسينا لذلك أنا بقول لحضراتكم حافظوا على بلدكم آه التعبان واللي مش قادر يدعي ربنا يفك الهم يدعي ربنا ربنا أقوى وأعظم ربنا كريم يفتح لك يقفل باب يتفتح خمسين باب يتقفل باب يتفتح ألف باب لو زعلان من دولتك في حاجة ادعي ربنا يفك الكرب ويزود رزقك ويدخل لك دخل كويس ويفتح لك أبواب رزقك هتقول لي تاني زعلان ده أنا مش لاقي شغل هقول لك والله في أبواب رزق يتفتح اليومين دولك انت بس خش على المواقع هتلاقي في أبواب رزق كتير في أبواب مفتاحة بس انت اللي حابس نفسك في البيت وقاعد والله واحد وواحدة ستة وراجل كده ناس كبار زعلانين بيقولولي ابننا خد الشهادة وقاعد في البيت قاعد على الفيس ما بيعملش حاجة طب ليه قاعد في الفيس بتلعب ما تخش يا حبيبي تشوف شغل انت اللي مش عايز تشتغل هيقول لي المرتب قليل هقول له معلش اما تجيب مرتب قليل بعدها هيجي المرتب الكبير ما حدش بيتبني ما حدش بيطلع كده مرة واحدة ما حدش بيطلع يقول يعني يبقى نجم مرة واحدة كده خلي بالك كلها بتتعب كلها بتشقى وكلها بتبدأ انا ضربت لكم مثلا قبل كده قلت لكم الاسطورة عثمان احمد عثمان ده اسطورة كان بيشير الرمل على كده وبعد كده اصبح عثمان احمد عثمان محمد الفائد من مصر كان عتال في مينة اسكندرية بقى بيتحكم في موازين القوى في العالم والاقتصاد محمد الفائد يا جماعة المصري ده انسان عريق ادبك واخلاقك وقوتك وعزمتك هي اللي حققت مصر اكتوبر هي اللي خلتنا ننتصر عايزين ننتصر بجد على قوى الشر ننتصر على الشيطان ننتصر على اي ظالم ننتصر على اي حد عايز يهدم البلد دي البلد دي مش هتوقع البلد دي محفوظة ما تشكر لحضراتكم ويا رب اكون اسعدتكم وادخلت عليكم حاجة تفرحكم ويا رب اشوف مصر بلدي في العلالي وفي اعلى العلالي كمان يا رب وتحفظ بلدنا وولدنا وبناتنا وتفتح لنا ابواب الرزق وتفتح لنا ابواب الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا